موسيقى النشرة الرياضية تأتيكم عبر قناة جيل ديزاد أهلا بكم بداية حددت لجنة المنازعات تاريخ 11 من أوت الجاري كأخر موعد لتسلم ملفات والتي تخص الموسم الكروي 21-22 وأعلامت لجنة المنازعات في بيان نشرته الفاف عبر موقعها الرسمي أن هذا القرار تم اتخاذه في الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي كما أرجعت قرار تحديد هذه المهلة بغرض منح الوقت الكافي للرد على مختلف الحالات والنزاعات من جهة والسماح للجنة المختصة بمعالجتها من جهة أخرى قامت لجنة تأهيل الملاعب التابعة للرابط المحترف لكرة القدم بزيارة ميدانية لمعاينة ملعب 20 أوت ببلوزداد في الجزائر العاصمة وحسب بيان الصفحة الرسمية لفريق شباب بلوزداد اليوم الأربعاء أقول عبر الفيسبوك فإن هذه الزيارة كانت الوقوف على جاهزيته لاستقبال مباريات البطولة في الموسم الكروي الجديد وأضاف البيان أن الزيارة هذه كانت بحضور رئيس المجلس الشعبي لبلدية بلوزداد محمد العمامرة ومدير الملعب نور الدين بوفيسيو والأمن الوطني والحماية المدنية بالإضافة لممثلين عن فريق شباب بلوزداد أعلن اليوم الأربعاء نادي الرجاء البيضوي المغربي عن التوقيع مع متوسط الميدان الجزائري عبد الرؤوف بن غيث قادما من ملودية الجزائر ونشر الحساب الرسمي للرجاء عبر الفيسبوك صورا مركبة لللاعب بن غيث بقاميس الفريق جدير بالذكر أن بن غيث قد وصل إلى أرض الوطن مساء أمس الثلاثاء برفقة مواطنه يوسر بوزوق تمهيدا لتقديمهما رسميا لعبين جديدين للكتيبة الخضراء أعلنت اليوم الأربعاء إدارة نادي مولدية الجزائر عن فسخ عقد متوسط الميدان ميلود ربيعي وحسب بيان إدارة الفريق عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك فإن عملية فسخ العقد بين الطرفين تمت بالتراضي ولم يذكر البيان أي سبب لفسخ عقد اللاعب الربيعي الذي كان يعتبر أحد العناصر الأساسية بالفريق منذ انضمامه للعميد قبل أربعة مواسن تعرض دولي الجزائري مهدي زفان لاعب نادي كلير موفوت الفرنسي لإصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع وكشف التقارير إعلامية فرنسية عن تعرض زفان لإصابة على مستوى أوطار الركبة خلال ودية فريقه أمام نادي تولوز كما أوضحت ذات المصادر بأن الدولي الجزائري سيغيب عن الملادين ما بين ثمانية إلى عشرة أسابيع قبل استعادة عفيته يذكر أن مهدي زفان انضم لنادي كلير موفوت الفرنسي في المركات الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر أعلن اليوم يسين لعيل رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى اليوم الأربعاء غياب البطل الجزائري جمال سجاتي عن الألعاب الإسلامية في قونيا التركية وقال لعيل في تصريحه الذي نقلته صفحة رسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية أن العداء جمال سجاتي لن يكون حاضرا في قونيا كما أضاف أن يسين حتحات وعبد النوز رمزي لن يتوجد كذلك ضمن البعتة الجزائرية بالإضافة إلى برياحي بسبب يقول مشاكل إدارية ليتم لعيل أنه سيتم إرسال العدائين المصابين إلى مركز العلاج على غرار ياسر تريكي بأسبطار في قطر بداية من الموسم المقبل لن يقوم لاعب الضور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بجته على ركبة واحدة قبل كل مباراة وفقا لما أفادت به رابطة الضور اليوم الأربعاء وذكرت الرابطة أن القرار جاء بناء على توصية من رابطة اللاعبين مقدمة دعمها الكامل بداية من الموسم المقبل لن يقوم لاعب الضور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالجتو على ركبة واحدة قبل كل مباراة وفقا لما أفادت به رابطة الضور اليوم الأربعاء وذكرت الرابطة أن القرار جاء بناء على توصية من رابطة اللاعبين مقدمة دعمها الكامل لإشكال العنصرية كما أضاف المصدر ذاته أن القيام بحركة تضامنية ضد العنصرية سيقوم بها اللاعبين في المباراة الكبرى خلال الموسم كالجولة الافتتاحية ومباريات البوكسنج داي ونهائية الكؤوس بهذا الخبر مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختم النشرة الغياضية شكرا على كرم الإصاء والمتابعة إلى اللقاء